السلام عليكم وياكم محمد الحداد فيديو جديد من تسريبات واخبار تقنية هذا السلسلة اللي ناسي هواي مشتركة بالقناة تفضلها فهذا الشي اللي خلينا نهتم بيها بالفترة المقبلة هذا الفيديو رح يكون خاص بتسريبات النوت 9 المقبل رح نحاول نلخص كل التسريبات الماضية للنوت 9 اللي رح يتم اطلاقها يوم 9 اثمانية في بداية الشهر المقبل خلينا نشوف في البداية وبشكل سريع شنو الأشياء الجديدة اللي رح نشوفها في النوت 9 التسريبات الأخيرة وضح التفاصيل كثيرة عن هاتف سامسونج القادم أولا ميزات وإضافات جديدة في القلم اللي يعتبر العامل الأبرز لسلسلة النوت ثانيا بطارية أكبر وأفضل ثالثا تعديلات بسيطة في التصميم ولا يوجد تغيير كبير في الشكل بالإضافة إلى ذلك مرجح أن نشوف ألوان جديدة للهاتف أو لقلم الأسبن بالإضافة إلى سعاد تخزين أكبر ممكن أنه توصل إلى 512 جيجا بايت مع إمكانية إضافة ميزات في السوفت وير بقيادة الأسبن وأخيرا ليس آخرا تواجد سماعات ستيريو بالتعاون مع الأي كي جي مع تقنية الدولبي أتموس مثل ما شفنا مع الأس ناين والأس ناين بلس وهذا بشكل سريع الأشياء الجديدة اللي ممكن أنه نشوفها في النوت 9 سامسونج هذه الأيام بدت تشوق للهاتف من خلال نشر بعض الفيديوات وبدت تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد من خلال السخرية من أبل والتشويق لهاتف النوت 9 القادم على أنه رح يكون بسعات تخزين أكبر ممكن أنه نشوف سعة 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام بالإضافة إلى ذلك سامسونج أيضا وضحت وشوقت للهاتف على أنه رح يكون ببطارية أفضل وأكبر والتسريبات اليوم تتكلم عن تواجد بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير في النوت 9 الآن واحدة من أهم الأمور اللي سامسونج رح تقدمها عند الإعلان عن النوت 9 هو موضوع القلم وكيفية استخدام الهاتف بإنتاجية عالية مع الميزات الجديدة اللي رح يتم إضافتها للأسبن سامسونج رح تزود القلم بالبلوتوث ومن خلال هذا الشي رح تستغل الدقمة اللي موجودة بالقلم حتى يؤدي وظائف أخرى كالتحكم عن بعد ببعض التطبيقات أو تطبيق بعض الأوامر كالتقاط الصور أو الفيديوهات عن بعد والتحكم في الكاميرا أو التحكم في الموسيقى وأيضا وظائف أخرى من خلال الضغط مرة أو مرتين بسرعة أو مثلا من خلال ضغطة مطولة شخصيا ما حس أنه الإعلان عن السامسونج نوت 9 رح يكون محمس أو مثير بشكل كبير لأنه التسريبات وضحت كل شيء تقريبا فما عدنا تغيير للتصميم أيضا ما رح نشوف أشياء مثل بصمة ضمن الشاشة أو استغلال للحواف أو حركات الكاميرا اللي طالعة من فوق كل هذه الأشياء متوقع أنه نشوفها في الجالكسي S10 في بداية العام المقبل فالحماسي قل عند الحديث عن النوت 9 بشكل تدريجي ولكن مع هذا رح نشوف ألوان جديدة وأكسسوارات أخرى أيضا كالشاحن اللاسلكي اللي تم تسريب صورة إلى وهو أشبه بالشاحن اللاسلكي اللي أعلنت عمنا أبل مسبقا وهو عبارة عن قاعدة تمكنك من شحن أجهزتك مع بعض وأيضا آخر التسريبات اللي ذكرت أنه النوت 9 رح يكون بإمكانه تصوير فيديوهات سلو موشن أو سوبر سلو موشن ضعف الأس ناين والأس ناين بلس من ناحية الوقت بثانيتين بحيث رح يكون بإمكانك التقاط فيديوهات بمعدل 960 إطار بالثانية لمدة أربع ثواني بدل الثانيتين اللي موجودة على الأس ناين والأس ناين بلس عموما سعر النوت 9 رح يكون قريب على سعر النوت 8 على الأرجح يبدأ من 950 أو 900 دولار عند الإطلاق والسعر يبدأ ينزل تدريجيا بعد فترة ممكن يوصل إلى 800 أو 850 دولار من الأشياء اللي أتمنى أنه سامسونج تعدلها في النوت 9 القادم هي ميزة الأيار إيموجي اللي ممكن أنه تكون ميزة غير مهمة لدى شريحة واسعة من المستخدمين ولكن هي بالفعل كانت سيئة وأساءت إلى الميزات اللي موجودة في الأس ناين والأس ناين بلس لأنه أبداً ما تنافس الأنيموجي الموجودة في الآيفون 10 فأتمنى أنه يعدلون ويضبطون الحركات في النوت 9 أو يشيرون هذه الميزة من الأساس كتبولي بالتعليقات بالأسفل رأيكم بتسريبات النوت 9 والأشياء اللي رح تضيفها سامسونج بسلسلة النوت هذه السنة وأريد أعرف هل أنا الوحيد اللي ما متحمس هذه السنة للنوت لو أنتم مثليه في نهاية الفيديو تابعونا على مواقع التواصل الاجتماع المختلفة كل رابط رح تكون أسفل الفيديو ولايك إذا أعجبكم الفيديو تحياتي أخوكم محمد الحداد فيما الله